اللهم إن كنت محسنا فاقبلني وإن كنت مسيئا فارحمني وفرج عني كل ضيق ولا تحملني بلطف كما لا أطيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله نفرز مع بعض الكرومب بالخضرة بتاعته والتسبيكة بتاعته أول حاجة جبت الكرومباية بقطع الراس بتاعتها كده بالسكينة تيجي تجيب الكرومباية هاتي كرومباية خفيفة تخبطي عليها كده تسمعي الصوت بتاعتها كده تبقى الكرومبا بتاعتك ورقة حلوة وتبقى مورقة من جوة جابت حلا على النار أكبر حلة عندك ما هنتكيش الحلة الكبيرة دي هاتي حلة ممتك حلة حماتك الحلة الكبيرة دي هتريحك جدا في سليق الكرومب تحطي معلقة من الملح وتحطي معلقة من الكمون علشان الغازات والانتفاخات وتحطي الكرومباية كده زي ما هي مهما كانت الكرومبا كبيرة تحطيها زي ما هي كده دقيقة بالزبط ويتلاقي الكرومب الورق بتاعه كده بيطلع ملتهى سهولة بيفق كده من بعضه زي ما انت شايفة كده تعملي عشر كرومبات في اقل من عشر دقايق بالشكل ده جيب الكرومبات تحطيها في الحلة دقيقة واحدة ويتلاقيها تفتحت معاك زي ما انت شايفة كده همسك الكرومب اطلعه في المصفى وبعد كده على المية السقعة على طول علشان اوقف عملية التسوية تاخد الكرومب بعد ما سلقتيه تحطيه تحت الحنفية لحد كده ما المية السخنة بتاحته كلها تنزل منه وبعد كده بحطه في المصفى علشان اصفيه وينزل المية بتاحته كلها بعد كده مسكت البصل حضر بقى للتسبيكة علشان تكل شوية محشي كده حلوين لازم يبقى البصل بتاعك كتير جبت البصل اشرته وغسلته وبعد كده ضربته في الكبة ويكون البصل خشم بتاع المحشي حطيت كوباية من الزيت عشان انا عاملة كمية كبيرة من التسبيكة ونزلت بقى بالبصل بعد ما الزيت سخن لو عندك ليه يحطي وهقلب البصل مع الزيت لحد ما ياخد لون اصفر كده وريحة البصل تطلع كده يعني حاول تصفري البصلة كويس بعد كده جبت الطماطم ونزلت بيها على البصل لازم برضو الطماطم تبقى خشنة ما تناعمهاش يعني الطماطم ما بنصفهاش بعد ما نضربها في الخلاط ناخدها كده نحطها على البصلة سبتها بقى تتسبك وروح تبقى قطع الخضرة وتعالوا بقى نقطع الورق بتاع الكرومب بملتهت سهولة انا بجيب الورقة كده وبقطع العرق اللي هو بيبقى سميك اللي فوق دوت وبعد كده بقلب فرول وبقطعه بالسكينة الطريقة دي هيلة جدا وبتنجز معاك بالوقت قطعي بقى حبة تقطعيه في نفس الوقت كده تقطعيه قطع براحتك حبة تسيبيه زي ما هو وانت بتحشي تقطعي ما فيش اي مشكلة تجيبيه بتقطعي العرق اللي فوق وبعد كده بتلفيه رول وبتقطعيه زي ما انت حباك كبير حبا صغير براحتك ممكن كمان بتمسكي 3-4 ورقات وتحطيهم على بعض وبرضو بتقطعي العرق وتلفيهم كلهم رول وتقطعيه في ملتها السهولة بالطريقة دي يا بنات اسهل طريقة علشان تسلق الكرمب وتقطعيه بصي جبت كزا ورقة كده حطتهم على بعض وبقطع العرق وبلفوا الرول وقطع ما فيش اسهل من كده آآ جربت اللي انا حط الكرمب هي والتقطيع عادية اللي هم بيحطوها ويقطعوها كلها على بعضها لقيتها بصراحة بتطلع ورق كتير وبهضر منه ورق كتير لكن الطريقة ديات لقيتها ما بهضرش منه كتير وما برميش منه ورق كتير كده هو اللهم بارك خلصت كمية الكرمب والتسبيكة بتحتي زي السكر زي ما انتوا شايفين كده حطيت معلقة كبيرة كده من السلسة حطيت بقى البهرات كمون فلفل اصمر وبابريكا وزبطت الملح طبعا كمية البهرات على حسب كمية التسبيكة اللي انت عاملها والله التسبيكة زي السكر المحشي عايز طماطم كتير وعايز بصل كتير هسيبه بقى يغلق هلويتين كده علشان البهرات كده تخش جوال بصل والتسبيكة كلها كده تسبق ببهراتها وتعالوا بقى ايه نفرز الكرمب جبت الطباق الفل وحطيت الورق الكرمب اللي انا قطعته طبعا كل واحد على حسب افراد اسرته حب الطبق مليان حب الطبق صغير براحتك اه دي حاجة ترجعلك لك انت وبعد كده بمسك بقى الطبق ام لا زي ما قلتلك ومعايا الخضرة الخضرة طبعا جبتها وآآ الطعتها الخضرة عبارة عن بقدونس وكسبرة وشبت كطري البقدون الكسبرة والشبت برضو بيخلي المحشي ريحته حلوة جدا حطيت الخضرة على عدد الطبق يعني انت عاملة خمس طبق اعملي خمس كياس من الخضرة حسب عدد الطبق اعمله الخضرة بتاعتك حبت قطعها الخضرة وتعنيها في الفريزر لأي حاجة تحتاجيها ما فيش اي مشكلة بعد كده بطبق بقى للكيس زي ما انت شايفة كده علشان ما ياخدش معندي مكان في الفريزر ما بحبش لحط في الاطباق اللPN علشان بتاخد مكان في الفريزر فالأكياز ما بتاخدش مكان الطباق الفلحة بحط فيها بس الحاجات اللي زي الكرومب الحاجات اللي هي كبيرة يعني بصوا كل طباق معاه الخضرة بتاحته ودي التسبيكة حطها كمان كيستها كمان في الكيس بحطها برضو على عدد الاكياس بتاعة الكرومب يبقى كده الخضرة قد طباق الكرومب قد التسبيكة اللي انا عاملها مفيش اسهل من كده لما تيجي تطلعي هتطلعي حكتك كلها مرة واحدة تطلعي طباق الكرومب مع الخضرة بتاحته مع التسبيكة بتاحته شايفين السهولة؟ مش هياخد وقت منك خالص رمضان مش عايزيني ضيع وقت رمضان ده الشهر للعبادة مش للأكل والشرب والوقوف في المطبخ انا عام انت بتاخدي سواب ان انت بتعملي أكل البيتك والعيالك بس برضو ده شهر بييجي في السنة مرة واحدة بس شوفي زي ما قلتلك كل طبق معاه الخضرة بتاحته والتسبيكة بتاحته كده الفيديو خلص ما تنسيش تحط لايك لو الفيديو عجبك